وبالعودة إلى صلاح الدين حيث جرت في قصر الثقافة والفنون بقضاء تكريت أعمال المؤتمر الانتخابي لفرع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في صلاح الدين حضره ممثلون عن المقر العام للاتحاد وحجد غفير من أدباء وكتاب المحافظة وبعد أن تمت قراءة التقرير الثقافي والإداري للدورة المنتهية أعلن الدكتور غنام محمد خضر رئيس الاتحاد عن حل الهيئة الإدارية السابقة وبدأ التصويت على انتخاب خمسة أعضاء للهيئة الإدارية الجديدة بعد عرض لآلية الانتخاب المعتمدة من قبل أعضاء الاتحاد وجرت عملية العد والفرز اليدوي بمنافسة أحد عشر مرشحا انتهت بتجديد الثقة للدكتور غنام محمد خضر رئيسا لفرع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في صلاح الدين بحصوله على تسعة وستين صوتا تلاه سعد جرجيس عضوا بحصوله على سبعة وخمسين صوتا ومشعل البيات نائبا للرئيس بحصوله على سبعة وأربعين صوتا وفلاح دندا عضوا بثمانية وثلاثين صوتا وعباس النجار عضوا بذات عدد أصوات دندا جرت مساء هذا اليوم الجمعة الموافقة السابع من تشرين الأول لعام الفين واثنين وعشرين انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب في صلاح الدين دورة الشاعر الراحل رشدي العطية وقد اجتمع مجموعة كبيرة من أدباء محافظة صلاح الدين ومن الأقضية كافة وبلغ حجم المشاركة تجاوزت مئة أديب وكان عدد المرشحين للهيئة الإدارية أحد عشر أديبا وأسفرت النتائج عن فوز خمسة أدباء من المحافظة ومن ثم أجريت انتخابات داخلية تمخضت عن انتخابي رئيسا للهيئة الإدارية في صلاح الدين والنائب الشاعر مشعل البياتي والدكتور سعد جرجيس والستاذ عباس النجار والشاعر فلاح دندن وبذلك تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ اتحاد أدباء وكتاب صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات إن شاء الله تعالى نقدم مشهدا ثقافيا يليق باسم هذه المحافظة ومع توجهات المحافظة الحالية وإن شاء الله نقدم كل ما بوسعنا ومن هنا أدعو السيد المحافظ والساد المسؤولين في المحافظة لمد يد العون لاتحاد الأدباء والنهوض بهذا الواقع وتلبية متطلبات أكثر من 150 أديب في صلاح الدين يعانون من عدم وجود مقر ثابت حكومي لهم في هذه المحافظة أشكر جميع الذين صوتوا لي وللآخرين لأن حجم المشاركة الكبير هو انتصار للثقافة انتصار للمشهد الثقافي في محافظتنا العزيزة حضرنا اليوم للمشاركة في العرس الانتخابي للهيئة الإدارية الاتحاد أدباء وكتاب صلاح الدين وكانت النتائج مرضية للجميع نشكر هذا الحضور من جميع الأدباء من جميع أقضية المحافظة ونشكر أيضا القصر الثقافي اللي احتضن هذه المناسبة وكانت النتائج الحمد لله مرضية لجميع ونبارك للدكتور غنان فوزه بالمنصب الرئاسي ترجمة نانسي قنقر